اسم كابتن حسام حسن ما كانش مطروح اساسا عند اتحاد الكور تماما بل انه كان فيه مقاومة الاسم طبعا بشكل كبير انا بكلمفك في التوقيت الحالي طبعا ودي معلومة اكيدة مش بس تكهن يعني لكن هي معلومة اكيدة انه حسام حسن دائما وابدا من الاتحاد المصر وكانت خدمه هو مستبعد تماما من الاختيارات لأسباب هم شايفين انها ممكن ما تبقاش او شايفين انه لا يصلح لتولي القيادة الفنية المتخب مصر شايفين انه عصبي شايفين انه اقوى من الناس اللي موجودة اسباب كتيرة جدا وهي الحقيقة لكن خليني اروح معك ليه تم اختيار حسام حسن في الفترة دي اعتقد انه حسام حسن يعني لو اتكلمنا بشكل منطقي يعني انت خرجت من بطولة يعني خالي النقاط وخالي الانجاز ما عندكش استعداد ان يتم تعاقد مع مدير فني اجنبي الفترة دي خاصة انه انت لسه هتدفع مبالغ كبيرة جدا لفيتوريا في الشرط الجزائي ما فيش نية ليه استقدام مدير فني اجنبي نتيجة ان عندك يعني ترشيد في النفقات في الفترات اللي جاية فيه ضغط كبير جدا جدا من الشارع الرياضي المصري لاختيار كابتن حسام حسن مش بس علشان حسام حسن عنده الروح ويقدر يعني يسيطر شوي على القط اللبس في المنتخب مصر لكن كمان فنيا حسام حسن في الفترات اللي فاتت قدر انه يعني يحقق انجازات واعتقد انه اختيار المدير فني لمنتخب مصر ما بيبقاش بس على مستوى امكانياته التدريبية فقط لازم يكون فيه جزء كبير جدا جدا من ساكروجية المدير الفني او المدرب ازاي بيقدر يتعامل مع مجموعة اللاعبين دي واحدة من تحفظاتي اشرف اللي الناس كتير تخوفت منها وهي دي فكرة انه قدرة حسام حسن على التعامل مع عناصر المنتخب الوطني منهم اللي اشتغل معاه منهم اللي تصادم معاه منهم اللي متوتر من وجود اسم كابتن حسام حسن على رأس الجهاز الفني في المنتخب شوف انا اتعاملت مع كابتن حسام حسن فترات طويلة ويمكن على دراية كبيرة بطريقة تفكيره او او ازاي ممكن يتعامل في المواقف الشبيهة بدا تدريب الاندية غير تدريب المنتخبات تماما كابتن حسام وكابتن ابراهيم يعني خلينا اقولك لان الاثنين انا شايف ممكن في الملعب يبقى ليهم ادوار مختلفة لكن العقلية واحدة يعني انت حتشوف كابتن حسام وكابتن ابراهيم في الملعب في التوجهات في التعامل الفني حتى هتلاقي الاثنين واحد انا واثق من ده وحتشوفه ده مع المنتخب مصر لكن عايز اقولك انه كابتن حسام يتعلم كتير اوي وهقولك حكاية صغيرة كده ميمكن اكتر من 15 سنة مثلا كابتن حسام حسن انا كنت عاد معاف في مكان يعني قال لي بص انا حمسك تدريب والله يقال لي بالحرف يعني عشان ما قليش ندل اهلي قال لي انا حمسك تدريب نازل زمالك وحمسك تدريب منتخب مصر يعني هو في دماغه وتطلعه قبل تماما ما يبتدي اي حاجة كان لسه ما ابتداش تدريب ولا عمل اي حاجة اعتقد يعني فهو في دماغه وتطلعاته انه هدفه او التارجت في النهاية انه يكون مدير فني لمنتخب مصر واعتقد ان دي هتكون نقطة ايجابية جدا جدا في تغيير طريقة تعامله في الفترات اللي جاية مع المنتخب مصر خاصة اني على علم ان فيه قيادات ومسؤولين كبار جدا قاعدوا مع كابتل حسام حسن الفترات اللي فاتت مش لتهديلة الاوضاع ولكن لوضع منهج للتعامل مع اللي اتكلمت عنهم يا احمد مجموعة اللاعبين الكبار احنا نكلم عن مجموعة اللاعبين موجودين في المتخب مصر اللي يوم قيمة كبيرة جدا جدا مش على مستوى التسويق ولكن قيمتهم المعنوية صلاح تريزيجي مرموش في الجزئة دي قال انت مستاني من حسام حسن انه ياخد نسخة فيتوريا يحاول يتعامل بيها يتعامل بيها يطور فيها ولا شايف انه لو انا النهاردة بتكلم على مشوار تصفات كاسعالم فانا ما عنديش شك انه اي مدير فني مصري كويس يقدر يوصل مصر كاسعالم مختلفين على دي ولا لا لا طبعا الموقف اسهل بكتير من قبل كده لكن لسه عندك مراحل انت لسه بركي نفسه والنقاط قريبة انت لسه بحتاج شغل لشيء فتخرج لكن المجموعة دي المهمة سهلة شوي اصلا لو فيه منافسة في المجموعة دي حتى اقول لكاسعالم يبقى حسن ما رحش كاسعالم يعني منطقيا طبعا لو انا هدف ان اروح لعب في كاسعالم فما اتكلميش على التصفير خاصة بالمجموعة اللاعبين الموجودين دلوقتي اللي كلنا منتفقين فالتراهن على بناء منتخب جديد تجديد دم انت لعبت البطولة اللي فاتت دي انت المنتخب مصر رقم واحد من حيث ارتفاع معدل اعمار فهل تراهن على حسن حسن انه يعيد بناء منتخب وطني يفلطر الاسماء اللي موجودة ولا يراهن على نفس المجموعة ونفس الاسماء لا اراهن طبعا على تجديد دماء منتخب مصر الفترات اللي جاية خاصة ان عندنا المنتخب الولمبيا منتخب جيد وفيه عناصر كتيرة جدا تقدر تستعين بها الفترات اللي جاية وتقدر تعمل عملية المكس دي خاصة بعد الولمبياة ان شاء الله يعني ان انتخب الولمبيا كل التوفيل